السلام عليكم ورحمة الله وبركاته صباح الخير لكم جميعا أهم حدث عالمي البارحة هو اعتراف الرئيس الروسي بمناطق من شرق أوكرانيا كجمهوريات مستقلة والإعلان عن الرغبة بتوقيع اتفاقيات الصداقة والتعاون معهم يعني الاعتراف بهم كجمهوريات مستقلة عن أوكرانيا وهي الخطوة التي حذر منها الغرب يعني بشكل عام دول أوروبية الولايات المتحدة الأمريكية وحلف الناتو وهو ما تم وهذا يعني إذا تم توقيع اتفاقيات عسكرية القوات الروسية إلى هذه المناطق في شرق أوكرانيا وبناء عليه أعلنت مباشرة الولايات المتحدة الأمريكية والاتحاد الأوروبي وأيضا بريطانيا عن حزمة من العقوبات التي سيتم فرضها على روسيا طبعا بريطانيا هددت يعني بعقوبات اقتصادية من جانبها الاتحاد الأوروبي بقيادة أيضا أوزولا فوندالاين عبد صيغ الآن في اجتماع لوزراء خارجية الدول الأوروبية الاتحاد الأوروبي تحديدا سيتم صياغة يعني عقوبات اقتصادية ستشمل على ما يبدو بشكل خاص يعني شخصيات روسية متعددة عضاء في البرلمان الروسي وأيضا الشركات الروسية الولايات المتحدة أيضا كذلك أعلنت عن حزمة من العقوبات الاقتصادية على روسيا ومنع التعامل مع هاتين المنطقتين يعني استيراد منها أو التصدير إليها أو التعاملات المالية أو البنجية معها كل هذه الأشياء يعني في إطار العقوبات الاقتصادية التي هدد يعني حلف الناتواتحاد الأوروبي الولايات المتحدة الأمريكية بفرضها على روسيا في حال قامت بهكذا خطوة أما الشيء الأهم لألنا في ألمانيا فهو الآن إعلان المستشار الألماني أولاف شولتز قام بإعطاء أوامره لوزارة الاقتصاد أيضا بقيادة الوزير غوبة حابك وهو نابي المستشار الألماني بتجميد إعطاء الرخصة لخط السيل الغاز الشمالي وهذا يعني أن خط الغاز هذا مبدئيا لن يدخل الخدمة تم الانتهاء من بناءه منذ أشهر ونعرفه كانت عملية يعني إعطائها الرخصة يعني مستمر وإتجاري العمل عليها فأمر الآن بوقف إعطاء وتجميد إعطاء رخصة لخط الغاز هذا وهذا يعني رغم حاجتنا في ألمانيا إلى الغاز الروسي نعرف ألمانيا تحصل أو تستورد بنسبة 67% من حاجتها من الغاز من روسيا فألمانيا بالذات مرتبطة رتبات كبير بمصادر الطاقة من روسيا ومع ذلك تم الآن يعني تجميد خط سيل الغاز الشمالي نوت ستريم 2 ومع ذلك وزير الاقتصاد الألماني غوبة حابك أكد أن ألمانيا هذا يعني أن ألمانيا يجب أن تصبح مستقلة عن مصادر الطاقة مصادر طاقة الاحتراق يعني مثل الغاز والانتقال إلى الطاقات المتجددة بشكل أكبر طاقة الرياح الطاقة الشمسية كل هذه الأشياء وتوقع أن تكون هناك صدمة في أسعار الطاقة والغاز في ألمانيا على المدى القريب بعد هذا القرار طبعا هذا القرار أدى طبعا إلى انهيار أيضا البورصة الروسية والعمل الروسية وكل هذه الأشياء ولكن في ألمانيا نحن سنتأثر بشكل كبير بنقص توريد الغاز إلى ألمانيا في خطوط غاز أخرى طبعا ولكن نوت سريم 2 مبدئيا لن يدخل الخدمة وأكدت الحكومة الألمانية أن احتياطات ألمانيا من الغاز المتبقية ستكفي لهذا الشتاء إذن ما تبقى الآن من الأشهر يعني نحن صارنا هلأ في شهر فيبو الشهر الثاني يعني شارف الشتاء يعني على الانتهاء فإذا لم تأتي موجة بارد كبيرة جدا فاحتياطات ألمانيا المتبقية من الغاز يجب أن تكفي على الأقل لهذا الشتاء ننتقل الآن إلى الموضوع التالي البنك المركزي الألماني حذر الآن من ارتفاع أسعار العقارات الذي وصل إلى حد 40% فوق السعر الحقيقي نعرف في ألمانيا في السنوات الماضية ترتفع أسعار العقارات بشكل سنوي وبشكل كبير بمقدار 10% 8% 12% في المدن الكبيرة ومراكز المدن الكبيرة طبعا أكثر من المناطق الريفية أو البعيدة عن مراكز المدن والآن وصلنا إلى مرحلة أن البنك المركزي حتى بدأ بالتحذير من أن أسعار العقارات مرتفعة جدا فوق سعرها الطبيعي وهذا يعني طبعا هناك عديد من المحللين الاقتصاديين الذين يعتبرون ذلك مرتبط بأشياء عديدة دائما سعر العقار كمان يقاس إلى نسبة الواردات من التأجير يعني لما أنا بشتري عقاره وبأجره فعدد السنوات المطلوبة حتى يطلع حقها العقار أصبح أكبر بكثير من السابق وهذا يعني أن أسعار العقارات فوق سعرها الطبيعي هذا ما حذر منه الآن البنك المركزي الألماني أما الأسباب التي أدت إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كبير إلى هذا الحد منعرف هو انخفاض الفوائد على القروض بشكل كبير جدا يعني في السنوات الماضية منعرف أن بنك المركزي الأوروبي يعني خفض دائما الفائدة على الأموال على البنوك وبالتالي البنوك كانت عبتعطي القروض بفوائد منخفضة جدا وأيضا بضمانات قليلة يعني الناس اللي رواتب عادية يعني كانت عبتحصل بكل سهولة على قروض من البنوك لشراع عقارات طبعا الطلب كبير المعروض قليل فعرضه طلب أدى إلى ارتفاع أسعار العقارات بشكل كتير كبير طبعا الناس اللي بتابعونا الأحباء اللي يعب يدور على عقار شقة أو بيت انتو بتعرفوا أكيد يعني شلون صحير الوضع في سوق العقارات يعني إذا في عقار موجود للبيع في عشرات الأشخاص يعب يستنوا ولا يشتروا طبعا فرصة جدا صعبة لأن الحصول على العقار في ألمانيا طبعا التحذير هذا يعني بشكل أو بآخر يعني أنه ربما يكون هناك أو هناك فقاعة في سوق العقارات قد يعني يؤدي ذلك ربما في الوقت القادم لا يعرف أحد ذلك طبعا بالضبط إلى انخفاض مفاجئ وبالتالي انكسار في سعر العقارات ننتقل الآن للموضوع التالي الكتلة النيابية لحزب اليسار طلبت من وزارة الداخلية الألمانية تقرير عن نسبة الاتداءات على اللاجئين في ألمانيا أو دور اللاجئين وبناء عليه وزارة الداخلية أصدرت الآن هذه الاحصائية ونقلتها إلى الكتلة النيابية لحزب اليسار ماذا تقول هذه الاحصائية؟ تقول أن هناك تراجع في العام الماضي 2021 في نسبة الاعتداءات على الطالبي اللجوء في ألمانيا ودور اللاجئين من قبل نازل دوافع يمينية في ألمانيا أما النسبة هي على الشكل التالي في عام 2021 نسبة الاعتداءات على اللاجئين أو دور اللاجئين كانت 1184 في العام الذي سبقه 2019 كانت نسبة الاعتداءات 1690 العام الذي سبقه أيضا 1749 وأعلى نسبة كانت في عام 2016 3500 بعد موجة اللجوء الكبيرة إلى ألمانيا يعني كان هناك أعلى نسبة الاعتداءات على اللاجئين ودور اللاجئين في ألمانيا بدوافع يمينية طبعا هذه اللي تم تسجيلها بشكل رسمي علم أنها الاحصائية بدأ العمل عليها منذ عام 2014 أما عن أسباب تراجع أيضا الاتداءات على جانب الدور اللاجئين في العام الماضي تحديدا فهي مرتبطة يعني حسب التفسيرات أيضا بإجراءات كورونا وحظر التجول وكل هذه الأشياء أدت بشكل أو بآخر أيضا إلى تراجع الاتداءات على اللاجئين ودور اللاجئين ننتقل الآن للموضوع التالي وهو البونس المنحة التي وعدت بها الحكومة الألمانية الجديدة للعاملين في القطاع الصحي وقطاع الرعاية أيضا وخاصة رعاية المسنين في ألمانيا نعرف تم تخصيص مليار يورو لدفعها العاملين في هذا القطاع مكافأة لهم على جهودهم الكبيرة في العامل الماضيين في رعاية المسنين والمرضى في المشافي بسبب هذا الوباء الآن مستدد القانون بدأت تأخذ شكل أوضح رح نشوف أعلى نسبة سيتم دفعه هي 550 يورو للعاملين في هذا القطاع طبعا بشكل تدريجي وبشكل أقل حسب القطاعات المختلفة رح نشوف الخطوط العريضة لهذا الموضوع أما دفع هذه المنحة فسيكون الآن تحدد بين 30 يوني 36 و 31 دتسمبر 31 12 2022 في 6 أشهر هذه سيتم دفع هذه المنحة وهذا البونس المكافأة لكل العاملين في هذا القطاع من قبل أرباب العمل بشكل مباشر يعني الأباتس قبل تشتغلوا عنده ناس اللي بتتابعنا هن اللي رح يدفع لكم هذا البونس طبعا هذا البونس هو أعلى نسبة له 550 يورو ويوجد أقل حسب العاملين في القطاع يعني في هذا القطاع يعني حسب درجة جهودهم اللي عم يشتغل في فولت سايت اللي عم يشتغل في ألتن فليغهايم كان فيه حالات كورونا كتير يعني في هذه الفترة حسب أيضا التدرج يعني الناس العاملين أيضا حتى العاملين ربما في المطابخ والتنظيف في دور رعاية المسنين سيحصلون يعني أيضا على جزء من البونس ولكن يعني بالنسبة أقل حسب التدرج طبعا القانون معقد يعني فيه العديد من الاشتفل يعني العديد من التدريجات أعلى نسبة هي 550 يورو أيضا بالنسبة للمشافي يعني 500 مليون رح تروح العاملين في المشافي المشافي اللي عالجت على الأقل عشر حالات يعني لدرجة أنه تم يعني وضع جهز التنفس لهم وكذا ستحصل أيضا على هذه البونس إذن بشكل عام العاملين في المشافي ودور رعاية المسنين سيحصلون على هذه المنحة أو المكافأة طبعا أنا متأكد من بعض الأسئلة التي سألت عنها في الحقيقة من الأحبة التي تابعونا حتى لعب يمنوا أوس بلدونج رح تحصلوا على نسبة من المكافأة لعب يمنوا أوس بلدونج في دور الرعاية في الألتن فليجة بشكل خاص فمثلا من يعمل على الأقل بنسبة 25% العمل في دور الرعاية سيحصل على 370 يورو أيضا الأوسطو بلدن بالألتن فليجة سيحصلون على 330 يورو أيضا طبعا حسب التدريج يعني كحد أقصى 330 يورو ومثلا هندنونسيش أيغو زونسيق بشافتيكت يعني حتى العاملين في قطاعات أخرى في دور الرعاية سيحصلون أيضا على مكافأة زيشتيش أيغو للهيلفة حتى في الفخايفيليجمدينس إذن التدريجات أعلى نسبة 550 يورو وتدريجيا يعني كل العاملين في هذه القطاعات سيستفيدون بشكل أو بآخر من هذه المكافأة من الحكومة الألمانية هيك بتكون عملنا جولي على أهم الأشياء من ألمانيا أتمنى أكون أفتكن من خلال هالمعلومات تحياتي لكم جميعا والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته